بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم بإذن الله لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمله تمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع الشكل الهندسي دائرة أخذنا في الحصص الماضية الشكل الهندسي دائرة وعرضنا مجموعة من الأهداف التعليمية في البداية أن يستمع الطالب والطالب لقراءة القصة للتعريف بالشكل الهندسي الدائرة إذا تذكرون قصة نور وكانت تبحث عن شكل الدائرة في كل مكان حولها أيضا أن ينظر الطالب إلى شكل الهندسي دائرة في عدة صور وهذا ما سنفعله بإذن الله في هذه الحصة أيضا أن يكرر الطالب والطالب اسم الشكل الهندسي دائرة خلف المعلمة أيضا أن يصنف الطالب والطالب الشكل الهندسي دائرة ثم يمثل الطالب والطالبة الشكل الهندسي دائرة بكتابته وأيضا هذا ما سنتعلمه اليوم بإذن الله في هذه الحصة الهدف رقم 6 أن يحل الطالب والطالبة أنشطة الكتاب الدراسي نذكر بالقوانين الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة إحضار الكتاب والقلم وبعض الأوراق عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك والجلوس جلسة صحيحة بجانب ولي أمرك في مكان هادئ حتى تستطيع التركيز طيب الآن مستعدين نبدأ الحصة الماضية أخذنا قصة البنت نور وكيف كانت تبحث عن الشكل الهندسي دائرة حولها في كل مكان في الشارع في الحديقة في المنزل كانت تشاهد عجلات السيارة عجلات باص المدرسة عجلات الدراجة الشمس القمر الصحان النافذة ساعة الحائط كل هذه كانت شكلها الهندسي دائرة اليوم أيضا سنكمل هذا الدرس بهذا التمرين هنا بنت اسمها ريم لدى ريم مجموعة من الأشكال لنساعدها في تصنيف الشكل الهندسي دائرة إذن ريم عندها مجموعة من الأشكال الهندسية هذه الأشكال اللي موجودة عند ريم احنا فقط نريد الدائرة فقط الدائرة الواحد هنا فيه أشكال غير الدائرة صحيح؟ طيب خلونا نساعدها الآن بالإشارة على الشاشة للشكل الهندسي دائرة أين هو الدائرة؟ أريد الآن منك عزيزي الطالب والطالبة أن تشيروا إلى الشكل الهندسي دائرة أين هو؟ ممتاز هذه دائرة أيضا وهنا أيضا دائرة أحسنتم وهنا أيضا دائرة هل يوجد دائرة أخرى؟ لا فقط عندي ثلاثة دوائر خضراء وزرقاء وحمراء طيب الحين يما خلونا نساعد ريم هنا عندي دائرة كبيرة سأضع فيها جميع الدوائر الموجودة عند ريم هذه أول دائرة ثم الدائرة الحمراء ثم الدائرة الخضراء إذن ساعدنا الآن ريم في وضع الشكل الهندسي دائرة في مجموعة واحدة أما بقية الأشكال الهندسية وضعناها خارج الدائرة لأن لا نريد هذه الأشكال لا نريدها وإنما نريد فقط الشكل الهندسي دائرة دائرة أريد منك الآن أن تردد خلفي دائرة إذا كان عزيز الطالب والطالبة أنت غير ناطق أرجو منك فقط أن ترسم لي شكل الدائرة هكذا في الهواء دائرة أحسنتم طيب الآن بنشوف التصنيف وفق خاصية الشكل الهندسي دائرة إيش معناه؟ معناه أني أحضر مجموعة من الأشياء المختلفة لكنها تتطابق في الشكل الهندسي بحيث كلها يكون شكلها دائرة طيب خلونا نشوف هذه الأشياء هنا عندي صحان أحمر شكل دائرة طيب نشوف الشكل الثاني هنا كرة لونها أزرق شكلها الهندسي دائرة وهنا عجلة لعربة شكلها أيضا دائرة إذن هذه أشياء مختلفة لكنها تطابقت في ماذا؟ في الشكل الهندسي بأنه دائرة صحان؟ كرة عجلة كل هذه الأشياء ماذا؟ شكلها دائرة إذن أشياء مختلفة ولكنها تتطابق في الشكل الهندسي دائرة طيب خلونا أيضا نشوف صورة مختلفة لأشياء تختلف عن بعضها البعض لكنها تتفق أو تتطابق في الشكل الهندسي دائرة كرة عجلة لدراجة وعجلة لسيارة كرة شكلها الهندسي ماذا؟ أحسنتم دائرة عجلة الدراجة الهوائية أيضا شكلها ماذا؟ دائرة وعجلة السيارة أو الباص أيضا شكلها ماذا؟ دائرة إذن هذه أشياء مختلفة لكنها تطابقت في ماذا؟ أحسنتم في الشكل الهندسي وهو دائرة دائرة واضح؟ أحسنتم طيب نشوف أيضا صورة مختلفة لمجموعة من الأشياء لكنها أيضا تتطابق في الشكل الهندسي شمس إشارة مرور وأيضا إشارة لكلمة تمهل نلاحظ شكل الشمس دائرة أيضا إشارة المرور ماذا؟ شكلها دائرة وإشارة كلمة توقف أيضا شكلها ماذا؟ دائرة إذن هي أشياء مختلفة لكنها تطابقت في الشكل الهندسي دائرة دائرة شمس إشارة مرور وأيضا إشارة كلمة تمهل كلها تتطابق في الشكل الهندسي دائرة دائرة أحسنتم طيب الآن سنتدرب على كيفية كتابة الشكل الهندسي أو رسم الشكل الهندسي دائرة نلاحظ أننا لا بد أن نمر بثلاثة مراحل مرحلة الخط الملون الأريض ثم مرحلة النقاط ثم مرحلة الاستقلال كل مرحلة تعتبر خطوة للوصول إلى مرحلة الاستقلال أو التعميم لمهارة رسم الدائرة سأبدأ بأول خطوة وهي الخط الملون الأريض أني أرسم دائرة كبيرة بخط ملون الأريض وعلى الطالب أن يقوم بالرسم فوق هذا الخط لتكوين شكل الدائرة يعني أريد منك الآن عزيز ولي الأمر أن تحذر ورقة وقلم ملون أريض وترسم دائرة كبيرة وتأخذ قلم رصاص وتبدأ بالرسم فوق هذا الخط الملون الأريض كعمل نمذجة لابنك وابنتك حتى يفهم ما هو مطلوب منه بكلمات بسيطة وواضحة وتقوم بعمل هذا الرسم أمام الطالب حتى يفهم ما هو مطلوب منه ثم يأتي دور الطالب والطالبة إذن بحيث أنه ماذا يفعل؟ يرسم على هذا الخط الملون الأريض إذن أنا سأقوم برسم خط على هذا الخط الملون الأريض لرسم شكل الدائرة وهذا هو المطلوب منه هذه أول مرحلة من مراحل التدرب على رسم الدائرة بإمكانك تدريجيا تبدأ تصغر رسم الدائرة لكن في البداية ارسمها كبيرة حتى يسهل على الطالب والطالب رسمها إذا أنجز الطالب ورسم على الخط الملون الأريض بكل إتقان أنتقل به إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة النقاط ما المقصود بالنقاط؟ لو تلاحظون في الشاشة عندي نقطة خضراء نقطة برتقالية ونقطة حمراء نقطة الخضراء دائما تكون للبداية والنقطة البرتقالية للتعرج أو الإنحناءات والنقطة الحمراء للتوقف بحيث الطالب يبدأ بوضع القلم على النقطة الخضراء ثم يبدأ بالرسم ويبدأ بالإنحناء عند النقطة البرتقالية ثم يعود لرسم الدائرة ويتوقف عند النقطة الحمراء طبعا أريد منك أن تعزيز ولي الأمر أن تقوم بتطبيق هذه المرحلة أمام ابنك وأبنتك حتى يفهم ما هو مطلوب منه بكلمات واضحة وبسيطة بعمل نمذجة ثم يأتي دور الطالب والطالبة إذا أتقن أنتقل به المرحلة التي تليها إذا لم يتقن أستمر على تدريبي على هذه المرحلة حتى يتقنها وأفضل دائما أن نبدأ المرحلة برسم دوائر كبيرة ثم تبدأ بالحجم الأصغر طيب إذن سيبدأ برسم الدائرة هكذا على النقاط إذا أنجز هذه المرحلة أنتقل به لمرحلة ثانية وهي أن تكون الورقة خالية من النقاط وخالية من الخط الملون العريض وأطلب من الطالب والطالبة أن يرسمها لي بكل استقلال طبعا لا بد أن أمر بهذه المراحل الثلاثة حتى أصل به إلى مرحلة الاستقلال إذن سأمر بمرحلة الخط الملون العريض ثم مرحلة النقاط ثم مرحلة الاستقلال كل مرحلة لا بده عزيزي ولي الأمر أن تقوم بعمل نمذجة وشرحت ما هي معنى كلمة النمذجة أنك تقوم بعمل رسم الدائرة أمام الطالب حتى يفهم ما هو مطلوب منه إذن لا بده أن نمر بهذه المراحل إذا أنجز مرحلة الخط الملون العريض لا أعتبر أنه وصل مرحلة الاستقلال أستمر أنتقل بمرحلة أخرى مرحلة النقاط أنجزها أنتقل به لمرحلة الاستقلال وهي أن يرسم دائرة بكل استقلال بدون أي مساعدة سواء لا خط ملون العريض ولا نقاط هذا هو درسنا اليوم سأتوقف عند هذه الشريحة أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات جاء الآن دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على التدرب على رسم الدائرة وأيضا إذا كان الطالب والطالبة غير ناطق أرجو منك عزيزي ولي الأمر عدم إجباره على نطق الكلمة وإنما يقوم بعمل الإشارة هكذا في الهواء برسم الدائرة كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة